اللي حيقدر يقنع كوبر الفترة القادمة وده كوكا مع مهيبهو بيتطمن عليه وبيشوف حيلعب ولأ هو جاي بإصابة ولكن فضل ان هو يجي وفضل ان هو يعرض تقريره الطبي اللي معاه على الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولكن الحقيقة كوكا يعني بيؤدي بشكل رائع في البرتغال ونتمنى ان شاء الله بإذن الله ان هو يكون يعني موجود مع المنتخب الوطني بشكل قوي الفترة القادمة ده برضو وصول محمد النني زي ما قلت لكم لقطات خاصة وحصرية دايما اي وصول عندنا اي حد داخل اي حد خارج حد بيحلي داخل يتغدى اي حاجة في الملعب زي ما قلت لكم تغطية للمنتخب الوطني عشر تيام ما حدش هيروح في اي حتة لان كل حاجة عندنا حتى لو في موضوع تاني اهو مهيب اهو الحضن والبوسة السريعة على طول فيش اه ما فيش في استقبال جميع الوفود مهيب في فندق اقامة المنتخب الوطني والدكتور على عباسيز الحقيقة مجهود كبير جدا 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 بكرة برضو عايز اقولكم انه حيكون ان شاء الله باذن الله معانا بكرة لقطات خاصة وحصرية عن اصول محمد صلاح نجم نادي فرونتينا الايطالي والنجم المتقلق وسفير مصر في ايطاليا وشارك انبارح قدام اودونيزي الايطالي وعمل شغل جامد جدا الفترة الماضية وان شاء الله باذن الله حيكون معانا برضو تخطية كاملة ليه سواء في فندق الاقامة سواء في المطار قاعدين بنغشش الناس اهو عشان الناس ما تقولش ان احنا مخبين حاجة بنقول كل حاجة عشان اللي عايز اي حاجة ياخدها مفيش اي مشكلة ده النيني هو جاي وعنده اكيد حماس واكيد الراجل عارف عنه كتير واكيد رجله يعني محطوطة بقوة في المنتخب الوطني كوكا اللي محتاج ان هو يقدم اوراق اعتماده ما كان شريه فرصة الفترة اللي فاتت قدم تقليل ان هو مصاب ولكن عايز يقدم يعني تقليل اوراق اعتماده للمنتخب الوطني شريف اكرامي اهو واعماد متعب اعماد متعب من اللعيبة الجمدة ومن اللعيبة التقيلة قوي وشريف اكرامي برضو يعني بتفكر في ايه بتفكر في ايه متعب يعني شاغل بلك بايه عايز تقول ايه عايز تقول انا فين منتخب مصر انا حبقى اساسي حقنع الراجل ازاي اللي جاي حيكون ازاي فردة تقيلة جدا اعماد متعب شكرا